بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا الله سبحانه وتعالى يا سادة جعل الحياة باب واسع من أبواب تعدد نعمه سبحانه وتعالى والحياة باب واسع مليان على النعم بيفتح على نعم لا تعد ولا تحصى فربنا جعل الحياة وما فيها كلها مدرسة نتعلم فيها ألوان من توددات الله سبحانه وتعالى لينا في أوقات لا تعد ولا تحصى وبيجي على الناس أوقات وأزمنا بيكونوا فيها في شدة ويكونوا كمان فيها في أزمة وفي لحظة ييجي فرج الله ييجي فرج الله عشان الناس تتأكد إن ربنا معاهم وأن الله سبحانه وتعالى لطيف بعبادي وتبقى أيام الشدة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلاها تمر علينا أيام مش عشان يعذبنا ولكن عشان يهذبنا ومن أهم الأيام دي اللي بييجي فيها حد يعتدي على حد وياخد حقه فياخد ماله وأرضه ويأزيف عرضه ولكن الله سبحانه وتعالى أبداً لو ابتلانا بظالم لا يدعنا أبداً ولكن يفتح لنا باب عشان نعتبر وهنا بيعرف صاحب الحق إنه هو تحت نظر الله سبحانه وتعالى وصاحب الحق أبداً أبداً ما ينفعش إنه هو يفهم إلا إنه هو محل نظر الله وده الدرس المهم اللي آني الأوان وجيه وقت مذاكرته إنه صاحب الحق في محل نظر الله وعشان كده ربنا جعل صفحات الأيام والليالي كتاب للتهزيب عشان يصدق على الحق إنه فيها كتاب اسمه كتاب الحكمة بنتعلم فيه الحكمة وما يؤتى الحكمة فقد أوتي أخيراً كثيراً وإحنا النهاردة عن ذاكر عن ذاكر درس تحت عنوان واسع مهم جداً جداً ربنا علمهن مبدأ مهم جداً وذكرهم بأيام الله فتعالوا نتذكر ونذاكر نذاكر درس عجيب درس جيدنا من أرض النور الأرض اللي الله سبحانه وتعالى ما زال ينعم عليها بأنه تجلى عليها سبحانه وتعالى وتعلمنا الدرس ده إن صاحب الحق محل نظر الله وتحت نظر الله فلا يحزن ولا يخاف لأنه موصول على كل حال بمولاه وحتى لو ظن إنه في حال بعد وهوان ولكنه صاحب حق النهاردة نفتح صفحة صفحة من صفحات السعادة السعادة بنصر الله وهذه صفحة تخلي الواحد أول ما بيذكرها يدب فيه كده حاجة من النور قشعريرة اسمها قشعريرة نور النعمة نور نعمة إيه؟ السعادة بنصر الله وما النصر إلا من عند الله ربنا بينصر أصحاب الحقوق مش عشان يتكبروا على الناس لكن عشان يعرفوا إنهم محل نظر رب العالمين ويتعلموا إنهم في المعية وده درس أكتوبر الأساسي اللي تعلمناه كلنا عشان إحنا كنا بنتعلم درس مهم في أكتوبر وإن إحنا في معية الله الدنيا لا ترى الدنيا لا ترى إلا الإنسان الذي يكون في معية الله ونحن لابد أن نرى درس أكتوبر من عند الله لأن النصر من عند الله ولازم نقول إن النصر تلات حروف نون وصاد وراء وأول درس إنك إنت لو كنت في وقتك ده أو كنت في الوقت اللي بتتذكر فيه وقت أكتوبر حصل زلزال شديد ووصلت إن أنت تقول متى نصر الله وإنت في حال شديد نعم من الاضطراب والخوف ومستعد إنك تدخل آه في الوقت ده بتبقى مستعد إن أنت تدخل تدخل إيه في أمن مولاك بس عشان تدخل في أمن مولاك لازم تدخل للباب سجدة لازم تدخل للباب فقير فمن دخل على الله فقيرا ساجدا متواضعا آخذا بأسباب نعمة الله تفتح له أبواب السعادة ولو حد زي ما هم قالوا نحن أبناء الله وأحباءه ما بيكونش جزاءه على فكرة غير فخسفنا به وبداره الأرض اتخسف فيهم الأرض تخسف فيهم الأرض ليه؟ عشان الكبر والغطرسة ويصبح ما أنفقه وينفقه عليه غيره حصر عليه وعشان كده لازم نفهم أن التدين الكمي عنده فهم مخطئ للنصر فيقول أن النصر لا يكون إلا في المعارك لا نحن نفقه نحن بنعفهم أن النصر في كل المعارك أن النصر ما بيكونش في معركة الحروب بس نسي أصحاب التدين نكمي أن فيه هتيجي تاني حروب مش هتستخدم فيها أسلحة أنا بسميها بالحروب المجتمعية حروب هدفها أن هي تنشر السيولة الدينية والإلحاد والشزوز والقضاء على الدين والقضاء على التراث والثقافة والقضاء على اللغة والقضاء على القيم والأسرة وكمان الدولة فتعالوا بقى في الوقت بقى نذاكر نذاكر مذاكر حقيقية نذاكر درس النصر النصر زي ما قلنا كلمة من ثلاث حروف أو من ثلاث معاني كبرى إنه النور والصد صدق والراء رحمة وبر تعالوا نشوف النصر لا يكون إلا إذا كان منورا وعشان كده تعالوا نتعمل الشهيد إيه اللي حصله حصله نور أتاه الله نور فأصبح يرى ما وراء الغيب فاكرين الرجل جل حضرة النبي وقال له إيه شهيد بحقه حقيقي زي شهداءنا في أكتوبر قال للرسول قال للرسول الله إيه إني لأجده ريح خلف أحد شم ريح الجنة فدخل الجنة وعشان كده بنشوف إن حياتهم بتمتد وبتوسع لأنهم بيشوفوا ما بعد الحياة وعشان كده بقى رزقهم رزق الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم فإحنا بنعيش في مجتمع لابد إن احنا نعرف إيه اللي قدموا الشهداء لأجل هذه الحياة تأمل أحياء أين أحياء عند ربهم هكذا يكون نصيب الإنسان من الشهادة عندما يرى بنور الله عز وجل فرزقوا على الله وعشان كده إنت لما تشوف إن رزقك على الله يبقى غاية المراد إن أنت تسعى تسعى وإنت رزقك على الله هتشوف بنور الله فما تخافش وتسعى تسعى ليه تسعى لإن أنت عارف إن رزقك على الله فتكون كالطير زي ما حضرت النبي قال لو توكلتم على الله حق توكله رزقكم كما يرزقوا الطير فترى بعين النور إن محدش هيقدر مهما خوفك إن هو ينقص من رزقك لا إحنا عن نذهب خماسنا ونعوده بطانا عن نرجع برزقنا فنعمل ولا نخاف وإن كنت تريد إن أنت تكون شهيد عليك أن تشاهد الله فيما بينك وبين الناس لإن مقدار الثقة الأبحاث بتقوله والدراسات بتقوله إن أبحاث إن الثقة قلت لكن ثقوا في بعض وعيشوا مع بعض عيشوا المحبة ثقوا في أولادكم ثقوا في أحبابكم ثقوا في زملائكم فإن النفس الأمارة بالسوق بتأتي وتقول مش هتقدر تعيش وسط الناس المجتمع ده لا هنقدر نعيد الثقة مرة تانية فاعلم إن أنت واحد من الناس دي وزي من تواثق من أخلاقك كمان لازم تجعل الناس فيها ثقة وعشان كده ثلاث أمور إذا أردت أن يكون لك من الشهادة شهادة الشهاد نصيب لازم تكون عندك أن تشاهد الله رازقا فلا تخاف على رزقك وأن تشاهد الله ممدا لك وأنك تحيا بمدد الله فلا تقف وأن تشاهد الله هو الذي بيده قلوب العباد فتثق ولا تخف ثق في الناس فإن الثقة تورس الأمان فنور النصر سيأتيك بنور فلا تخف ويأتيك بنور فلا تقف ويأتيك بنور فعيش مع الناس بثقة دي أول ثلاثة لأننا نتكلم عن سبعية يبقى نور فإلا حاصل نور أن الله هو الذي يملك رزقك فلا تخف نور أن الله سبحانه وتعالى معه مددك فسيمدك فلا تقف نور أن الله سبحانه وتعالى بيده قلوب العباد فثق في الله وعيش مع الناس خلي بالكم إحنا في أكتوبر انتقلنا إلى مفهوم مهم جدا جدا في حياتنا إيه المفهوم ده المفهوم بيقول إن إحنا أسسنا حاجة اسمها مجتمع الانتصار لما حصل انتصار المجتمع على فكرة أكتوبر ما كانش انتصار لجيش هو الجيش هو الشعب والشعب هو الجيش أكتوبر كان انتصار للكل وعشان كده وإحنا بنرفع جيش نتاج على رأسنا لكن بنقول كمان إن كان وراه سودود كتيرة جدا 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 محصناء مجتمع ويجي هنا بقى قمة الصاد الصاد اللي موجودة في النصر هي الصاد بمعنى الصدق فما فيش نصر إلا بالصدق والصدق يجيب حاجتين الصادق صابر صابر ثابت ما بيهربش مستمر مكافح عشان كده أكتر حاجة بنعيشها وممكن تخلينا ما نقدرش ننتصر هو الاستعجال وعشان كده حضرت النبي قال العجلة من الشيطان ومن الأمثلة على عدم الصبر إن معظم الحالات الطلاق دلوقتي بقت في السنة الأولى من الجواز ليه؟ ما بقاش في صبر الصبر قال عايزين نرجع لأكتوبر فنصر نصبر على بعضنا طيب لو كان كل واحد فينا حط نفسه على ميزان الصبر في البيت الميزان ده هيحصل فيه إيه؟ هيختل عايزين نرجع تاني نصبر ما فيش حد بينتصر إلا مع الصبر وعشان كده حضرت النبي قال واعلم أن النصر مع الصبر عايز تنتصر على نفسك لأمرة بالسوق ويرجع البيت منصور أصبر على زوجتك أصبري على زوجك وعشان كده بقى بييجي يكمل صاد الصدق اللي فيها الصبر ييجي بقى إيه؟ صاد النصر كمان فيها صلابة إنه يكون عندك مناعة في باطنك فإيه اللي حاصل؟ فما تنكسرش بسرعة أنا حاسس إن إحنا بنعاني من عشاشة نفسية الناس بقى تتكسر بسرعة بس أكتوبر بيقول لنا إن إحنا قادرين نرجع تاني للصلابة قادرين نرجع للصلابة لما كل واحد فينا ما ينتظرش كتير ويعمل الكتير عارف الصلابة بتجي منين؟ لما ما تنتظرش وتعمل كثيرا أكتر ما تنتظر فالراجل ما يطلبش من زوجته ما لا تطيق والمرأة ما تطلبش زوجها ما لا يستطيع لو دربنا نفسنا على حاجة تخلينا حاجة من نعم ربنا سبحانه وتعالى اللي رزقنا بيها في أكتوبر وبيرزقنا بيها على طول وإحنا لو عملناها هنرجع أكثر صلابة هي إيه؟ ندوق حلوة النعمة إحنا بقى عندنا استقلال للنعمة لما تدوق حلوة النعمة تزداد صلابة علشان كده مهم قولوا معايا الحمد لله على نعم الله الحمد لله على وطن الحمد لله على أرض الحمد لله على شعب الحمد لله على بشرة حضرة النبي إن احنا في الرباط الحمد لله على إن هنا في نور وبركة العلم الحمد لله على أهل العلم الحمد لله على رئة القلوب اللي بتحزن على بعضها الحمد لله إن فيه ناس لسه بتكره العدو الحمد لله على فضله الحمد لله على كرمه تعالوا نحمد ربنا ومن استصغرش النعم كل ما تحمد النعمة تزداد صلابة والصلابة تيجي بقى لما تشوفوا الحياة وهي مليانة أمل بقى بيخوفونا ما بنخافش عندنا صلابة أي حد وذكرهم بأيام الله احنا انتصلنا في أكتوبر ولنصر في أكتوبر ينصر في أكتوبر وفي غير أكتوبر خزائنه ملأ سحاء الليلة والنهار وعشان كده لازم نعيش بأمل الأمل يخلينا أكثر صلابة يبقى نصبر وكمان نكون أكثر صلابة عندنا أمل ومواخدين النعم اللي عندنا وعن كسرها وهننميها وعن عمر في بلدنا أما رأي النصر بقى فيا رحمة وبر إن احنا يرحم بعضنا بعضا في أكتوبر وفي أيام النصر وفي أيام المعركة ما تسجلتش جريمة سرقة واحدة الناس رحم بعضهم بعض فإحنا محتاجين نسبة الرحمة ترتفع تاني وتزيد في بيوتنا تزيد الرحمة في بيوتنا تبقى الرحمة تعمل وسع في البيوت وتخلي البيوت تبقى أكتر أمان وسلام ويبقى البيت بردا وسلاما على الوطن وعلى الحياة وعلى كل بيدخلوه لو ترحمنا على فكرة البيوت بتوسع الرحمة وسع محتاجين نترحم عشان الرحمة توسع بيوتنا والبر ويا جمال البر يا جمال البر اللي ظهر في نصر أكتوبر والناس منتمية والناس كلمة الله أكبر اللي كبر هذا الوطن وعظمه بنظره إليه فالناس انتمت وبقى فخرها بنعمة ربها البر ان كل واحد مننا ينتمي ينتمي إلى أسرته وإلى وطنه فالانتماء بيولد عندنا البر بكده نكون وصلنا لسبعة سبع حاجات سبعة من كنا فيه انتصر على كل شيء نحن عايزين ننتقل من انتصار المجتمع إلى مجتمع الانتصار مجتمع الانتصار يبقى إيه في السبعة دول اطمئنوا ولا تخافوا واعملوا ولا تخافوا وابدعوا فرزقكم محفوز من عند الله والتلاتة دولة هو ثلاثية النور بتاعت نون النصر واتنين صاد النصر اصبروا وكون صلبا بالأمل كل ما ده يحصل كل ما تكون من أهل النصر أما الراء فزيدوا رحمة وزيدوا برا وانتموا انتموا لبيوتكم وانتموا لكل شيء جميل في البلد دي نعمل ايه بقى؟ تعالوا نقول شوية إجراءات كده تزود كمان علينا النعمة أول حاجة تعالوا نعمل تمرين يخلينا نبني مجتمع الانتصار احنا انتصار اكتوبر ده كان انتصار مجتمع تعالوا نبني مجتمع الانتصار مجتمع الانتصار بيقول ايه بقى؟ أول حاجة تعالوا نحمد ربنا كل يوم على نعمته نحمد ربنا تلات مرات على النعم احنا في نعمة والنعمة جاي عشان تستثمر كل ما تستثمر النعمة دي كل ما انت تكون داخل في قول في اسرار قوليه تعالى في اسرار وصع قوليه تعالى وَلَاِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ تلات مرات تاني حاجة زيلوا همونكم من على كتافكم نزيلوا همونكم نزيلوا همونكم بمين؟ بأعظم من كان يستحق الوسع فعلمنا ان الوسع في الصلاة عليه صلوا على الرسول الله باب الوسع الكبير فهو اللي علمنا ان الصلاة عليه تزيل الهم وتكفينا لانه باب النور والرحمة التي وهبنا اياها بارينا سبحانه وتعالى فصلوا على الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تالت حاجة قربوا من بعض اقتربوا من بعض لا تبتعدوا اقتربوا من اولادكم من ازواقكم اجلسوا مع اهليكم كل يوم كل يوم اجلسوا مع بعض تالت رابع حاجة اوعى تخلي يوم من ايامك الا وتتعلم شيء جديد عشان تبني بيه حياتك وتوسع بيه قدراتك وتحس فيه بنعمة ربنا وتعالوا ندعي ربنا سبحانه وتعالى عشان نعيش في مجتمع الانتصار اللهم انت اجريت علينا نورا فرأينا فيه فرحة الانتصار فاغرقتنا في الانوار واجعلتنا بهذا الاختيار نفتح بابا على حضرتك حضرة الانوار فحاشاك يا مولانا ان تمنع عبادا اقبل عليك بالانكسار لك وحدك لا لغيرك في اي وقت حاشاك ان تمنعهم يا مولانا ان يعيشوا بعزة نعمتك وبعزة امنك وبعزة فتحك وبعزة مددك اللهم مددك لقلوبنا ومددك لمجتمعان لمجتمعنا حتى نعيش دائما في ظل نورك وفي ظل حماك وبظل عطفك نعيشوا في حياة الانتصار في كل الاحوال بالصلاة على النبي المختار يا ربنا يا غفار لا تحرمنا في كل نفس من انفاسنا لذة الانتصار والغرق في الانوار يا رب العالمين بعد الفاصل انتقل بحضرتكم وتلقى اسئلتكم بباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها اسئلتكم بباركة ونجيب عليها في وقت بنخصصه ويفضل مجالس العلم مفتوحة بالنور والبركة وبمدد مولانا سبحانه وتعالى وتوفيقه وتعالوا نسمع سؤال أستاذ الزينب أستاذ الزينب أيوة أيوة عم الشيء إزاي حضرتك الله يسلامك إزاي حضرتك كنا بأشيخ تبرد الشهادة الزور دي سباقي الشهادة الزور الشهادة الزور معصية وربنا سبحانه وتعالى يغفرها للعباد وانتوب إلى الله سبحانه وتعالى عندي مرتبني اتواب عن عندي والدين توفوا توفوا في شهرين فجبتي مرتبني عدتها معايا راحت خانتني وعملت عقود يعني بتاع دوت إيجال وراحت غيرت في البطاقة وبعد مغيرت في البطاقة رمتني في الشارع بتجاب لي بتجاب لي شهو تزور يا حضري يا حضري الشيء بتجاب شهو تزور والرحكمة حكمت عليها بسجن ست شهور طيب وبعد كده برضه عمليت كبس جابت اثنين شهو تزور يقولوا من الشقة ملك ابني ملك ابني طيب واش عاد هعملي انا بدي عليها عم الشيخ طيب تفاوض أمر لله وبد عليها طيب انا هجاوب على حضراتكي حاجة زينة اول حاجة سادة رسول الله رسول الله قال لي قال لي الاشخاص اللي بيجوا يتحكموا عند حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لربما احدكم يكون الحن بحجتي من اخيه فاقضي له بحق اخيه فاذا قضيت لك بحق اخيك فقد قطعت لك قطعة من النار فلتأخذها اولا تدع يعني اللي بيأكل حق اخوه بالكد هو في الحقيقة بيأكل في بطن نار وده يجعله مستحق للعذاب فعشان كده لازم نبتعد عن ده لان الظلم ظلمات يوم القيامة فما حدش يستهين بانه يظلم حد لو نفسك خلتك الحقد بتاعك ده تخليك تحسسك بان انت كده بتعمل اللي يستحق فلان ده عشان هو يستحق ده لان هو واقف اصادي وانت بتاخد حقه انت ظالم والظالم ده هو في الحقيقة لا يتعدى على المظلوم بل يتعدى على الله سبحانه تعالى وهذا التعدي يجعل العبد والعزو بالله بيرتكب كبيرة فالظلم من الكبار فعايزين نتق الله سبحانه وتعالى وهتعملي ايه لو كنت انت لو جات الست تبكي امام الله وتطلب حقها وما سمحتكيش بتدعى عليك ماذا تفعلي امام الله سبحانه وتعالى يا جماعة نتق الله هذه هذه الحياة قصيرة لا تستعق منا ان احنا نعمل كل هذه الجرائم بهذا الدم البارد لا 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 لابد نفهم حديث رسول الله سلم لعاقل من دان نفسه وعمل الى ما بعد الموت فبلاش نصنع اشياء كالم جنين الظالم الذي يتمات في الظلم كأنه فقد عقله لانه لو كان عاقلا لرأى الحقيقة لرأى انه لن يغير شيئا من قدر الله فانا بنصح زوكة الابن ان هي تراجع نفسها مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرين ورسول الله ورسول الله حزر وقال ألا وشهادة الظهور يعني هذا كبير عظيم فعليك ان انتو تسرعي في التوبة منها استاذ مزينب استاذ مزينب استاذ مزينب معنا استاذ مزينب ما عليشو استاذ مزينب حاول تكلميني تاني استاذ مزينب استاذ سامح يتفضل صباح الخير صباح الأنوار أنا عندي مشكلة بس بسيطة كده وعايز زي طبعا صباح الخير لان اي وقت حالك بتتصل بنا ده يبقى صباح نور تفضل اتفضل استاذ سامح أنا عندي مشكلة ما بيني وما بين اخواتي وسيدة الرحم انقطعت مين اللي قطعها انت ولا هم هم اللي قطعوها بسبب ان هم كل واحد بيفكر في نفسه وكل واحد بقى هو الكبير ونسيوا ايه الكبير فيهم لغوه خالص ولغوه مسؤولية طيب وفين يعني سؤال حضرتك ان ازاي نعيد مع بعض السلة الرحم ونعيد مع بعض الالفة والانتماء للأسرة مرة تانية طميم طيب هجاوب على حضرتك واستاذ سامح شكرا حضرتك اسمك سامح اول حاجة المسامحة ان كل واحد فينا لازم يعرف ان التسامح والعفو ده ربنا جعله هي المادة اللي بتتم فيها لسق العلاقات وبناء العلاقات فبدون تسامح وبدون عفو وبدون تغاضي العلاقات لا تستمر فعشان كده لازم ببساطة خالص نعفو ونصفح وامننا في ده ان ربنا يعفو عننا ويصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم مش انت بتحبوا هما بيحبوا أن ربنا يغفر لكم سامحوا بقى ما ما حصل أصلحنا مش هنيجي نقول للناس تعالوا نحق في أسرة فيها خمسة ولا ستة وكل واحد يجيب حجته لا سامحوا بقى أول حاجة نعملها عشان صلة الرحم وترجع مرة تانية المسامحة خلاص عفو الله عما سلف انتهت القضية ويغفر لنا ان شاء الله بهذه المسامحة مسامحة ده يمومة التواصل ما تقطعهمش حتى لو هم أطعوك ما تقطعهمش لأن رسول الله سبحانه بيقول ليس الواصل وبالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رح يمواصلها الحاجة التالتة والمهم جدا لازم نعرف أن العلاقات بتبنى على الفضل فإيه اللي حاصل استثمر في العلاقة بتاعتها زي ما تصدق على غلبان اتصدق على أهلك اتصدق عليهم بكلمة حلوة اتصدق عليهم بنظرة اتصدق عليهم بمساعدة اتصدق عليهم ودي صدقات مهمة جدا في حياتنا اسمها صدقات الأخلاق تتصدق بأخلاق وده شيء مهم جدا جدا تعملوا التلات حاجات دولة لو اتعملوا كافلين ان هم يرجعوا تاني صلة الرحم إلى أفضل ما يكون السيدة مزينب رجعت تفضل أستاذة مزينب زيك يا عم الشيخ فضل ونعمة الحمد لله ربنا يديك الصحة والعافية يا رب العالمين يا عم الشيخ أنا دلوقتي بديها كبيرة قوي معي أربعة عطال وقمنا وبيها متوفين الله يرحمه يا رب وانا دلوقتي ينفع بيع كليتي وصد الدين اللي علي دوت عشان مش عارف عايش بي وانا بس هم جدي سيدة انتصار استيسي بالنية تساعدني حاجة على حضرتك يا أستاذة مزينب حاجة مزينب أولا احنا ما عندناش حاجة اسمها في الشرع الشريف بيع الأعضاء ما فيش حاجة يسمع بيع الأعضاء خالص بيع الأعضاء لا يجوز ليه بيع الأعضاء لا يجوز لأن الأعضاء بتاعتنا جسدنا ده مش ملكنا جسدنا ده مش ملكنا ولزيك لا يجوز إن إنسان يجرح ويجرح نفسه ده حرام فمن بدنا بقى التعدي على الجسد ده فلزيك احنا لا يجوز إن الإنسان يفرط في أي جزء من جسده في مقابل مالي لا يجوز ده خالص لأن أنا لو بعت لو حبيتها بيع الأستوديو ده ما قدرش أبيعه ليه مش ملكي ليه مش ملكي ملكي حد تاني ملك المؤسسة فما قدرش أبيعه فما حدش يقدر يبيع حاجة مش ملكه فكذلك ما تقدريش تبيع ولذلك إحنا لا يجوز عندنا بقى الأعضاء لأن الإنسان لا يدخل تحت الملك لكن التبرع ده إن الإنسان يتبرع بعضه من أعضاء وعشان ينقذ إنسان آه ده جائز ده وجائز بالشروط كمان يعني جائز بالشروط إنه فعلا نكون يغلب على ظننا إنه ده يكون فيه نجاة الشخص المنقول إليه الحاجة الثانية إن الشخص ده إنه هو نقل العضو ده ما يكونش فيه خطر على حياته وإن هو يستطيع إنه يعيش بده وعشان كده ما ينفعش إن واحد يجي يقول والله أنا عايزه ما فيش الكلام ده حتى لو كانت التجارة دي موجودة في بعض الدول اللي بتدعي إن هي راقية لا ده حرام وممنوع وده لا إنساني هذا التصرف تصور لا إنساني وإحنا نعتبر إن بيع الأعضاء نوع من أنواع الإتجار في البشر فلا يجوز إن الإنسان يعمل كده نعم السيدة مرقية سلام عليكم عليكم سلام عليكم وتفضلي حضرتك بقول لي حضرتك أنا دلوقتي واحدة من جوزة ومعي بنتي عندها سنتين ونوص نعم ده وحامل دلوقتي وكانت فيه مشكلة قبل كده مع الزوجي وكده ومشيت عطي ثمان شهور عندي بيت أهدي نعم تمام ودلوقتي أنا رفع قضية وكده للنفقة والكلام دوت وهرفع قضية طلوة ده ينفع وانا حامل يعني انت قصدك ينفع وانت حامل ترفع قضية الطلاق اه اه ينفع بس أنا قبل ما انت تسأليني تسأليني طيب خلاص هو ده سؤال حضرتك أستاذة مرقية تمام وعايزة أعرف هو دلوقتي بيقول لي هو واحد قرد دوت حرام ان انا أطلب منه نفقت العيالي حاضر اجاوب على حضرتك طيب استاذة مرقية لازم بس ان يكونوا واضحين انا لا احبز ان انا اقول لحد روح اطلق قبل ما ياخد اجراءات محددة قبل ما يجيب ناس عقلاء ويجلسوا معاهم الاول يشوفوا الكلام ده وقبل ما يروح لخبير في الجد الزواجي قبل ما يروح في سكة الطلاق ده فانا ما شايف ان في حد من حقه يروح يطلق قبل ما يعمل بكل ما امروا به صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة اذا كره منها خلقا راضية منها الاخر يعني يحاول كل المحاولات الاول وما حدش يجيوله ومش طلاق حلال ها حلال بس كمان الحرص على الجواز على هذا الرباط المقدس واجب شرعي فنعمل كل الاجراءات فاذا استحالت العشرة انو احنا طل طيب انت سألتيني سؤالين السؤال الاولاني هل يحرم ان حد يطلب الطلاق وهو حامل لا انت حضرتك بس عشان انت بتقولي ان الست لما يكون اذا اطلقت بيكون طلاقها بيكون عدتها بتنتهي بوضع الحمل بتاعها اه مفيش مشاكل وان هي لو كانت اصلا حامل وانا حاسس بكده برضو ان انت شويتين ثلاثة مش عايزة تروح في سكة الطلاق خلينا اقولك بحق وحييا انت مش عايزة كده وهو اللي يعمل كده فانا بقوله اتق الله في اهل بيتك اتق الله في زوجتك اتق الله في اولادك اتق الله او اصلح زي اتبين عشان ربنا سبحانه تعالى يجبر خطرك وما تبقاش ظالم يبقى انا نصحت لحداتك ان انت تروحوا للارشاد الزواجي قبل ما تروحوا للطلاق الحاجة التانية بتقولي لو هو عنده قرد ما ينفعش اخذ منه نفقة لا هينفق بما يستطيع ما القرد ده قد يكون قردا مقصطا وعلى ذلك يبقى يكون هو عنده مال يستطيع انه المال ده تتوزع ويكون منه نفقة للاولاد نعم السيدة امو احمد تتفضل زكي يا شايد نعم وفضل حضرتك انا ابني متوفى بقاله سنتين دلوقتي في حدث رحمه الله وانا كنت بدأ عليه قبل ما يتوفى يعني اوه كنت بدأ عليه كتير طيب فين السؤال النفس اللي حصل له ده انا كنت بدأ عليه بيه طيب فين السؤال بتقولي ان هو كده ربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعوتي فحصل له ان هو مات كده انا لحد الان بقانب نفسه مش عارف عايش خالص ابني حضرتك ابني حضرتك اقولك حاجة انت لما دعيتي بس خلينا نفهم شوية انت لما دعيتي دعيتي باختيارك ولا لا بقى لأ وكنت يبقى زي لا استني يا سعني انت دعيتي لما حصل انفعال ودعيتي لما كنت منفعال صح اه فانت اللي اخترت الدعاء ده انت عارفة ان ابنك مكتب له قبل وهو جنين في رحمك مكتب له ان هو يعيش قد ايه ورزقه ايه وموته ايه وفي الساعة ايه وبالطريقة الفلانية فده مكتب له فانت مش انت السبب في موته ودعاك مش هو اللي قتله لا خالص تعالي اسأليني بقى سؤال اعمل ايه عشان قلبي يبرد واعمل ايه عشان احس ان هو في خير اول حاجة ملكيش دعوة وما تقنبيش نفسك ان انت كنت السبب في موته ده ملغوش حل غنيني ييجي وحي عليك وما فيش وحي بعد حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقولك ان انت ايه اللي حاصل ان انت اللي قتلتي وده مش حاصل وما فيش حاجة قالتلك كده كل اللي قالك كده ده نفسك الامارة بالسوق يبقى دي اول حاجة يبقى سيبك من الكلام ده خالص وما لكيش ده حاجة التانية ان انت لازم كل يوم يبقى لكي ورد للدعاء لي مش انت كل اللي انت شغلة نفسك تجلدي ذاتك وسايبة الدعاء لي ادعويله تالت حاجة اكثر من الصداقات لي بما تستطيع حتى لو كانت الصدقة كل ما تضيبت وليها لحد وبعد ما تعمل العمل اللح ده قولي اللهم هاب مثل ثواب ابتسامتي في وجه فلان ان انا اطعمت فلان ان انا كلمت فلان ان انا صلحت فلان على فلان ان انا سمحت فلان بعد ما تعمل العمل الصالح دي ده قولي اللهم هاب مثل ثواب عمل الصالح لابني وان شاء الله يوصله وده هو ده هو ده التفكير السليم مش جلدي الذات وان انا مقنم نفسي تقنيبك لنفسك مش هيعمل حاجة انسي بقى تقنيبك لنفسك ادعيله وكمان اوهبوله مثل ثواب عملك الصالح ان شاء الله يوصله باتفاق زي ما نقل الاهمة اذا يا سادة يا سادة احنا النهار ده يوم يوم سعادة يوم فرح يوم هنا احنا في يوم تجلى الله سبحانه وتعالى بنعمة من اعظم النعم على اهل مصر على نعمة على شعب شعب مليان حراته وطرقاته مساجده كنيسه كل حتة في البلد دي مليانة مليانة نور البلد دي فيها تسبيح وفيها انوار وفيها بركات انتو مش متصورين الايام دي بتفكرنا بايه بتفكرنا بنعمة ربنا اكتوبر لما بيجي تحس ان الشوارع بتفرح ان الشوارع منصورة ان الشوارع منظورة وان الارض دي محروصة افرحوا واسعدوا وانا بهنيكم ومبهني نفسي ان جات ذكرى اكتوبر واحنا في الوقت ده عشان نعرف ان البلد دي طرقاتها وحارطها وشوارعها فيها حاجة حلوة عارفين ايه الحاجة الحلوة دي نظر ربنا الحاجة الحلوة اللي في البلد دي بركة مولانا الحاجة الحلوة اللي في البلد دي امان مولانا وكمان دعا سيدنا صلى الله عليه وسلم وتبشيروا لينا ان احنا في رباط يا رب ديم علينا الفرح وديم علينا النصر وديم علينا نظرتك لينا يا رب دخلنا في امانك واحنا في الضمانك واحنا دايما نسعد بنعمتك فالحمد الله على نعمة اكتوبر وجعلنا يا رب دوما شاكرين للنعمة دي منتصرين على كل آفة في المجتمع ومنتصرين على كل خوف ومنتصرين على كل ضيق ونخرج دايما بنعمتك من الضيق الى الوسع يا رب العالمين اكرمنا على الدوام بفرح وبنور وبمدد وببركة يا ارحم الراحمين يا رب العالمين نشكرك على نعمتك في كل وقت وحين شكرا